اشتركوا في القناة وفي السنة النبوية المشرفة وفي السيرة النبوية ايضا منهج نستطيع ان نتلمسه ونستطيع ان نلاحظه في نظرة الاسلام الى الاخر نظرة الاسلام الى غير المسلمين كيف هم كيف نتعامل معهم كيف ندير شؤوننا معهم كيف ندير شؤونهم اذا كانوا تحت ولايتنا كيف نستطيع ان نتعايش مع الاخرين الاسلام ليس دينا احاديا بمعنى انه يرفض الاخر ويرفض احترام الاخر ويرفض النظر الى الاخر الاسلام دين الانسانية حتى لو خالفته الرأي حتى لو لم يكن الانسان مسلما له في الاسلام احترام من حيث هو انسان من حيث هو بشر من حيث اننا جميعا اخوة في الانسانية هذا هو الاساس في المفهوم الاسلامي الاساس في النظر القرآنية والنظر النبوية للاخر من اجل ان يحفظ الاسلام للمجتمع الانساني استقراره لا يريد الاسلام ان يدخل الناس في صراعات بسبب الدين بسبب العرق بسبب الجنس بسبب اللون بسبب المصالح الاسلام يريد من البشرية كل البشرية ان تكون وحدة واحدة ان تعمل على تأسيس الحضارة الانسانية بناء الحضارة الانسانية مصداقا لقول الله عز وجل هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها وهذا الخطاب عام في كل البشر كل الناس مخاطبون بهذا الخطاب كل البشر مخاطبون بهذا الخطاب وبالتالي الجميع شركاء في بناء وتأسيس النهضة الانسانية والحضارة الانسانية التي من شأنها ان تحقق السعادة والاستقرار والتعايش بين بين البشر في الحالة الانسانية الواحدة وفي الوطن الوطن الانساني الواحد الذي هو وطن جميع البشر لكن في المقابل لا يستطيع الاسلام ان يغفل ان ثمة اصناف من البشر ثمة نماذج من البشر لا يمكن التعايش معهم بصراح وهذا وهذا ليس موقفا بسبب الاسلام نفسه ولا انطلاقا من عدم استعداد الاسلام لاستيعاب الاخرين ولكن لان هذه النماذج غير قابلة للاندماج في المجتمعات الانسانية بشكل سلس غير قابلة للتعايش مع غيرها بشكل طبيعي وبشكل نموذجي يمكن ان يؤسس لي تعاون انساني القرآن الكريم يدرك ويريدنا ان ندرك هذه الطبيعة لهذه النماذج من البشر في القرآن الكريم مثلا نجد وطبعا هذه بالمناسبة هذه النماذج نماذج معزولة ونماذج قليلة ونماذج حتى لو كان عددها كبيرا لكنها في المعيار الانساني قليلة العدد القرآن الكريم ماذا يقول في بعض هذه النماذج بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ويقول ايضا ود كثير من اهل الكتاب لو يضلونكم ويقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم تخيلوا انه في ناس او صنف من الناس او اصناف من الناس تتغذى على الاضرار بالاخرين لا تحمل لا تحمل لا تحمل مشاعر خيرة للاخرين لا تحمل مشاعر اه انسانية لا تحمل لا تحمل مشاعر طيبة ولا امنيات طيبة للاخرين يودون ان يضر الناس يودون ان يقع الخلل في الحياة الانسانية يودون لو ان ينحرف كل البشر من اجل ان يخدموا اغراضهم ومن اجل ان يخدموا مصالحهم شوف القرآن الكريم ود كثير من اهل الكتاب الموضوعية في هذا النص القرآني انه لم يقل ود اهل الكتاب لم يقل ود اهل الكتاب لا يريد ان يعمن وهذا الخطاب الموضوعي في القرآن الكريم الخطاب العادل الذي يقيم الحالة الانسانية بخيرها وشرها باجابياتها وسلبياتها حتى لو تعاظمت السلبيات لا يمكن للقرآن ولا يمكن ان نلاحظ في المنهج القرآني ولا حتى في المنهج النبوي السلوكي الذي هو تطبيق لما جاء في القرآن الكريم لا يمكن ان نلاحظ تعميما يغفل الجوانب المضيئة في التجارب الانسانية وفي السلوك الانساني حتى كما قلت لو تعاظمت السلبيات حتى لو كانت السلبيات كثيرة ما في بشر ولا في مجتمع ولا حتى في انسان هو شر كله ولذلك انت تطلع في معرض التقييم للتجارب الانسانية الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى انت انت فيك خاصية الخير وفيك خاصية الشر كانسان وكل البشر كذلك سواء اتفقت معهم او اختلفت معهم سواء احببتهم او كرهتهم اتفقت او اختلفت معهم انت عليك ان تقيم الحالة الانسانية بشكل موضوعي بشكل عادل بعيدا عن المزاجيات وبعيدا عن الولاءات مش انا بحب فلان او بحب شخص اعظم ايجابياته واتغافل عن سلبياته او اذا العكس بالعكس اذا بكره واحد بعظم سلبيات وبتغاضى عن ايجابياته لا المنهج القرآني بالديانة انكون ملتزمين بجانب العدل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني لا يمنعنكم عداؤكم او خلافكم مع قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى الانسان بدي اقيمه كما هو ليس كما احب كما هو في الحقيقة بايجابياته وسلبياته الان نلاحظ في هذه الاية القرآنية هذا المنهج واضحا ودى كثير من اهل الكتاب اذا في من اهل الكتاب في من هذا الصنف من الناس من لا يتصفون بهذه الصفات القبيحة من ليسوا في القبح كهؤلاء الذين لا يودون الا ان يضر الناس وانا ان ينحرف الناس كل همهم الاضرار بالناس كل همهم الانحراف كل همهم ايقاع السوء والافساد بين بني البشر في السيرة النبوية نماذج مع صنف من اهل الكتاب مجموعة من اهل الكتاب نماذج من اهل الكتاب وبالذات ويمكن التجربة النبوية النبوية القاسية كانت في التعامل مع القبائل اليهودية التي كانت تسكن المدينة المنورة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا اليها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان نفهم خلفيات هذا الموضوع المدينة المنورة هي جزء من الحجاز جزء من الجزيرة العربية كيف بدأ الوجود اليهودي ووجود القبائل اليهودية في المدينة المنورة لم تكن هذه القبائل موجودة اصلا في المدينة المنورة كانت كلها قبائل عربية وقبائل تدين اما بالحنيفية الابراهيمية او ببعض بقايا النصرانية المسيحية في المدينة في الجزيرة العربية والغالبية الساحقة كانت من الوثنيين الذين يعبدون الأصمام كيف جاء الوجود اليهودي الذي سبق وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة القبائل اليهودية التي سكنت المدينة المنورة جاءت من مصدرين المصدر الأول هو قبائل اليهودية هاجرت من اليمن وهذه واليمن اليمن كانت الموطن الأصلي لهذه القبائل اليهودية وبدنا نلاحظ شيء أيها الأخوة والأخوات في القرآن الكريم القرآن يفصل بين اليهودية والإسرائيلية يفصل بين بني إسرائيل وبين اليهودية في خطابه ليهود المدينة كان يخاطبهم بيا معشر يهود القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يناديهم يا بني إسرائيل ليش؟ لأنه جزء منهم ما كان من بني إسرائيل ولا له علاقة بني إسرائيل هم هؤلاء تهودوا دخلوا في اليهودية ولم يكونوا عرقيا لم يكونوا من بني إسرائيل لكن معظم القبائل الإسرائيلية اللي هم من بقايا بني إسرائيل الذين خرجوا مع موسى عليه السلام من مصر كانوا يسكنون شمال اليمن وجنوب الجزيرة العربية طبعا هذا موضوع بحاجة إلى نقاش وبحاجة إلى بحث وبحاجة إلى حديث طويل ليس هذا مجاله إنما معظم هذه القبائل اليهودية جاءت من اليمن بعضها جاء من الشام وهذا ربما أحد الأسباب التي تنسف فكرة ما يسمى بأرض الميعاد عند اليهود لأنه لو كانت الشام وفلسطين هي أرض الميعاد طيب سبتوها ليش هاجرت منها ومعظم اليهود الذين هاجروا من الشام أو هاجروا من فلسطين إلى الجزيرة العربية هاجروا بسبب أمرين الأمر الأول بحثا عن المال وبحثا عن الرزق لأنه ربما تكون قد ضاقت عليهم الحياة في الشام فخرجوا طالبا للرزق وسبب الثاني كما تقول الكتب حتى الإسرائيلية أنهم خرجوا يتلمسون موعد خروج وبعث النبي الخاتم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل موجود في التوراة وموجود في الإنجيل بشارة بالنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قبل محمد بسنوات طويلة رعى أحبار اليهود في التوراة أن هناك نبي سيخرج وستكون أرض هجرته أو مدينته ستكون بمواصفات معينة أرض فيها نخل وماء وشجر فخرجوا يتلمسونها فوجدوا المدينة المنورة تتصف عليها كما جاء في صفات منزل ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة في التوراة التي كانت موجودة عندهم فوجدوا المدينة فسكنوا فيها وهذا كما قلت ينسف فكرة أرض المعاد إضافة لذلك معظم هذه القبائل اليهودية التي سكنت المدينة المنورة وسكنت في خيبر قد جاءت معظمها جاءت من اليمن ولذلك وجدت وجدت نوعا من الإمكانية التعايش مع القبائل العربية الموجودة هناك بسبب قرب العادات والتقاليد القبائل اليمنية أو اليمن هو أصل العرب والقبائل العربية الموجودة في الجزيرة العربية تتسم بنفس المواصفات وبنفس العادات والتقاليد والقبائل اليهودية التي عاشت أو الإسرائيلية التي عاشت في اليمن تطبعت وتأقلمت مع المناخ العربي ومناخ القبائل العربية والعادات والتقاليد العربية فلم تجد صعوبة في الانخراط والتعايش مع القبائل العربية سكنت هذه القبائل اليهودية في المدينة المنورة في أماكن مختلفة وكان أشهرها قبائل ثلاثة بنو قينقاع والنظير وقريضة هذه قبائل أشهر وأهم قبائل اليهود التي سكنت في المدينة المنورة بنوا حصون وقلاع وامتلكوا طبعا هم شاطرين في التجارة وفي كسب المال امتلكوا الكثير من الأرض زرعوا نخيل بنوا حصون اتجروا كانت لهم سوق من أشهر أسواق الجزة العربية وهي سوق بني قينقاع في هذه الفترة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ثلاثة عشر عاما من البعثة هاجر إلى المدينة المنورة سمع اليهود طبعا سمعت القبائل اليهودية وزعماء القبائل اليهودية سمعوا بأنه النبي اللي كانوا بانتظروا وبالمناسبة كانوا يقولون عندما يختلفون مع القبائل العربية الوثنية التي تعبد الأسلام كانوا يقولون يوشكوا أن يأتي النبي الخاتم يوشكوا أن يأتي النبي الخاتم ولنتبعنه سنتبعوا ونقتلكم معه قتل عاد وإرام كانوا بتحلفوا للقبائل الوثنية أنه لما يطلع النبي بدنا نتبعه ونقضي عليكم طيب جاء النبي وهاجر إلى المدينة المنورة واستقبله الناس وخرج بعض الزعماء اليهود زعماء القبائل اليهودية وكان منهم بالمناسبة كان منهم بعض العرب الذين تهودوا يعني على سبيل مثال وليس الحصر أحد كبار زعماء اليهود في الجزيرة العربية وفي المدينة المنورة كان اسمه كعب ابن الأشرف وكان عربيا كان يعني ينحدر من قبيلة عربية اتبع اليهودية واصبح يهوديا حيي ابن أخطب كان عربية خرج هؤلاء أو بعض هؤلاء الزعماء بدهم يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بدهم يستقبله بدهم يشاركه في استقباله وبدهم في نفس الوقت يشوفوا إذا هو النبي ولا مش هو طبعا المنطق والعدل والإنصاف بيقول إذا كان هو النبي اللي كنت بتستنوه وبتبشر فيه وتتوعدون القبائل العربية الوثنية به إذا هو هذا النبي وعرفتوه المنطق بيقول ببساطة تتبعوه وتمشوا معاه وتتبعوا دينه وإذا مش هو النبي آه خلاص أنتوا في حل من أمركم تمام خرجوا شاهدوا قابلوا وعرفوا حيي بن أخطب عندما رآه وعرفه وعاد عابس الوجه إلى من ينتظره من جماعته من اليهود سألوا هل رأيته قال نعم تمام ماذا تقول أهو هو يعني هو النبي اللي احنا كنا من استنى فقال لهم بحسرة نعم هو 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 النبي صحيح فقال له فماذا ستفعل قال عداوته ما حيت يا لطيف الله هو أكبر طب هو النبي هو النبي اللي انت بتستنى هو النبي اللي انت بتبشر فيه هو النبي اللي انت بتتوعد أعدائك به المنطق والعدل بيقول انه بمجرد ما تعرفه وتشوفه لازم تتبعه هنا علينا ان نفهم وان نقيم الامور بالشكل الصحيح قبائل وكل الامم هي عبارة عن ايش عبارة عن عوام ونخبة نخبة متنفذة نخبة سياسية نخبة ثقافية نخبة دينية وعوام الناس ودائما عوام الناس بمشورة النخبة ومن هنا تأتي يأتي عظم المسئولية وخطورة المسئولية على النخب على القيادات الفكرية القيادات السياسية القيادات الدينية التي توجه حركة المجتمع توجه حركة الكتلة الكبيرة من البشر القبائل اليهودية لم تكن بدعا من الامر هي عبارة عن زعامات او نخب سواء نخب سياسية واجتماعية واقتصادية وعوام العوام وينما بتتروح النخب بتروح معها النخب اليهودية في المدينة المنورة انقسموا الى قسمين في الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا الى قسمين قسم عاداه عداءا صريحا رغم انه عرفه ورغم انه تأكد انه هو النبي وقسم اخر من المنصفين ومن اشهرهم عبدالله ابن سلام رضي الله عنه كان يهوديا وكان من احبار اليهود كان من رجال الدين المطلعين القارئين للتوراة العلماء بالتوراة هو واباؤه واجهد يعني كان ينحدر من بيت كله بيت علم وبيت دين عبدالله بن سلام عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه بصفته وعرف انه هو النبي اسلم في المقابل نماذج اخرى شاس بن قيس حيي بن اخطب كعب بن الاشرف ما اسلموا رغم انهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا انه هو نبي هذه الامة ونبي الخاتم الذي يأتي في اخر الزمان العوام في معظمهم خضعوا لسلطة القيادات الدينية الكبرى طبعا معظم وعشان هيك القرآن بيقول ودى كثير من اهل الكتاب الكتلة الصامطة الكتلة العائمة في القبائل اليهودية مشيت وراء التيار اللي بتحمل المسئولية كان هم الزعماء القادة النخب السياسية النخب الاجتماعية النخب الثقافية والدينية هي التي وجهت حركة المجتمع اليهودي في المدينة المنورة باتجاه العداء مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين قصة طريفة في هذا الموضوع أنه لما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال له يا رسول الله أدعو أحبار اليهود أدعوهم نديهم و اسألهم عني سألهم عن رأيهم فيه وأنا سأختبئ يعني اختبأ في مكان اختفى ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تقولون فيه عبد الله بن سلام قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا ورجل يعني فهيم قال لهم هذا رأيكم به قالوا نعم فخرج عبد الله بن سلام من مخبأه وقال يا معشر يهود قد سمعت قولكم وإني والله أعلمكم وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن هذا هو نبي هذه الأمة اللي كانوا بيقولوا عنه قبل شوية أنه سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وعالمنا وابن عالمنا بطلوا قالوا له لا أنت سيدنا ولا عالمنا ولا أنت أنت أعطى الواحد وأنت أجهل واحد وأنت أسوأ واحد هذا السلوك الأرعن اليوم بتكرر على فكرة بتكون أنت بتحب فلان أو فلان معاك في حزبك وفي جماعتك يكون أحسن واحد بس يبطل أو يختلف معاك وصير أسوأ واحد في التاريخ هذا السلوك هذا المعيار المزاجي المعيار الشهواني اللي يعني بتحكمه الشهوة والمصلحة معيار لا يليق ببني البشر نكمل إن شاء الله في أفاق هذه القضية وعلاقة الإسلام بالآخر وعلاقة الآخر بالإسلام في لقاءات قادمة حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر